تشابك الأحداث وتتطور سريعاً في السودان واستستمرار المعاناة الإنسانية في وقت تتواصل الحرب الأهلية بالبلاد حيث أضرمت قوات الدعم السريع النار في مصرف الساحل والصحراء مما أدى إلى احتراقه بالكامل موسعة دائرة الانتهكات للقانون الدولي الإنسانية وهو ما ينظر بكارثة وعلى الصعيد الميداني تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن الدلنج ما أصفر عن احتراق عدد كبير من منازل المواطنين بالكامل في أحياء كثيرة وعلى الصعيد السياسي بات مصير اللقاء بين قادة طرفي نزاع في السودان رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو مجهولاً بعد تلاس وانتقادات لاذع بين الطرفين الأيام الماضية ورفض الجيش جولة دقلو الإفريقية ووسط استمرار الاقتتال جددت الحكومة السودانية التزامها بتحقيق السلام واسطحالة ضبابية تعيشها البلاد تنظر بعواقب وخيمة وشبه تصعيد الحرب الأهلية مع تواصل دعوات بعض ساسة بتسليح المواطنين على المستوى الإنساني تستمر أزمة قطاع المياه في أم درمان لأكثر من عشرة أيام ما دفع نشطاء لتدشين هاشتاج أم درمان عطشت فيما قال العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة إن الاشتباكات المسلحة في السودان مسؤولة عن أكبر عدد من النازحين على وجه الأرض وتعطيل إجراءات مكافحة تفشي مرض الكوليرا القاتل حيث نزح أكثر من ستة ملايين شخص داخل البلاد من بينهم أكثر من خمسمائة ألف بسبب الاشتباكات التي اندلعت في ولاية الجزيرة الشهر الماضي كما فر أكثر من مليون وثلاثمائة ألف آخرين عبر حدود سودان ليصبحوا لاجئين في الدول المجاورة مصر وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان فيما يستمر التنصيق والجهود المصرية في محاولة لرأب الصدع وتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في السودان الشقيق ووقف آلة الحرب